صوت خرخشة فناجين وليد ودلة القهوة العربية باتت مألوفة لدى أهالي السليمانية لا سيما وهو الوحيد الذي يبيع القهوة العربية بهذه الطريقة منذ سبع سنوات ونيف قرب جامع سليمانية الكبير أنا سبع سنوات أشتغل بسليماني قهوة مهنتي بس قهوة إحنا بالوراثة قهوة إخواني سب كاركوك بالفواتح يوزعون قهوة أنا فترة كاركوك سنتوزع بالفواتح حتى أشتغل هنا تسالي سبع سنوات بس قهوة مهنتي ما عندي أشي قهوات العربية أحسن من كل قهوة هو قهوة عربية مسترمنة أنا حضرة بالبيت بس هذا فحم بالجسمة بس حارب بالسوق الشباب أن أشهدهم لازم يشتغلون ما يقعدون بالبيت شغل معيب هذا تقريبا سبع سنوات أشتغل هذا القهوة غير شغل ما عندي كلها جهالي عايشة هذا القهوة تحضيره للقهوة العربية المرة على الفحم بطريقة احترافية أكسبت زبائن ومحبين أكراد وعرب حتى باتت قهوته معروفة وبرغوبة لديهم قهوة عراقية العربية قصدي يعني سبحان الله ممثل كل القهوة يعني قهوة عربية مبينة ديشية وستحاليا بشارع الكردي يعني موجود زيان أكراد أستمتعودين عليها الثاني من الناس رجال كردي يعني بس أحب يعني يوميا هو يجي يمنا نحن نشتغل بالسوق يجي علينا دائما نشرب من عنده إذا يوميا ما كوني سأل علي يقول لي انتا شماكم واني شن سابقا بالموصل يعني قاعد يعني نفس الحالة ما نشوفه سبحان الله ذكر يعني أيام زمان الذكر يعني قاعداتنا قبل وليد هنا يبيع قهوة بس هو الوحيد قهوة عربية وكلش طيبة هنا الوحيد هو يبيع فقهوته كلش طيبة وشاي هاي الكوب مالته في الطاقة به وهذا فالعالم ترقبه أكتر العربية ايه كلش طيبة وهنا صار لفترة يعني بيع القهوة العربية مصدر رزق وليد الوحيد يعتاش عليه هو وعائلته في السليمانية في رسالة إلى الشباب العاطلين عن العمل مفادها لا تيأسوا مهما كانت المحن من السليمانية مخلد محمد قناة دجلة الفضائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة